وينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي محمود عثمان أهلا بك سيد محمود لماذا يواصل الأسد استخدام السلاح الكيماوي على الرغم من التهديدات المتواصلة ضده مساء الخير أطيب التحية لكم وللمشاهدين لكارن أعتقد أن الروس وليس الأسد هم من يرسلون رسائل إلى الأمريكان وإلى الأوروبيين من خلال هذه الهجمات المحرمة والمدانة دوليا هم يريدون جر الأمريكان إلى المسألة السورية ويريدون تمار سياسية لأعمالهم العسكرية كما نعلم روسيا نجحت في كثير من أعمالها العسكرية حتى لو كانت بإتباع سياسة الأرض المحروقة لكن حتى الآن لم يجد أي تمار سياسية جراء هذه الأعمال وبين قوسين الانتصارات العسكرية التي حققتها بسبب تمنع الأمريكان والأوروبيين عن أطائهم سك الانتصار أو أطائهم ما يأمنون ويطفون إليه من خلال الملك السوري برأيك هذه الرسائل التي تحدثت عنها هل وصلت الرسالة كما أرادها الروس إلى الأمريكان للأمريكان والأوروبيين تحديدا إعادة خلط الأوراق تضغط على هؤلاء تحدي هؤلاء اختيار الوقت الذي يأتي في ذكرى السنوية سيد محمود لمجال قاشقون نعم سيد محمود برأيك هذه الرسائل التي تحدثت عنها التي أرادت روسيا إيصالها إلى الجانب الأمريكي هل وصلت بالفعل إلى الجانب الأمريكي كما أرادتها روسيا؟ هي وصلت تماما وهذا سر الحدة التي نراها من خلال لغة ترامب يصف بشار الأسد بالحيوان لكنه لا يقوم بشيء ولن يقوم بشيء لا هو ولا غير يعني برأيك هذه التهديدات الأمريكية هي فقط سلسلة من التهديدات يعني نفس التهديدات السابقة وتتكرر الآن؟ بالتأكيد لو كانوا صادقين لا تخذوا إجراءات من خلال القوانين الدولية لكن من خلال مجلس الأمن الذي يعطره الروس والصميون لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيون خطوات كثيرة خيارات كثيرة في ردع النظام السوري ومن يقف معه سواء روسيا أو إيران في خطوات عسكرية حقيقية رادعة من خارج مجلس الأمن الذي يعطره الروس والصميون كما يقول لكنهم لا يلجعون بهذا الخيار لأنهم لا يرون داعيا لذلك أما ضقية التصريحات فعلى عينك يا تاجر كما نقول من لحجة السورية كل هذا التباكي وهذه التصريحات سواء عالية وديرتها أم انقفضت كلها لا قيمة لها لن ترجع شهيدا فقط ولن تداوي جريحا ولن تقرد حتى الأشتاء من تحت الأنقاض هي فقط لاستهلاك المحلي فقط وربما ذلك نسمع أو نرى ضربة هنا أو هناك والنظام هو مستعد لهذه الضربة أساساً يعني هو قبل أن يقدم على خيالته النكراء هو مستعد لهذه الضربة ويعرف ثمن خيالته بل حتى يعني أكثر من ذلك نذكر أنه عندما تم قصف مطار شعيرات تم إبلاغ الجانب الروسي قبل قصف هذا المطار أشكرك جزيلة شكر من إسطنبول المحلل السياسي محمود عثمان حدثنا من إسطنبول